هكذا بدت القاعة الكبرى لنادي سنوبر بالعاصمة وقد رصت كراسيها بإتقان في انتظار قدوم نواب البرلمان بغرفته في جلسة أثبت فيها شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة هنا رصم النواب ودع عهد بوتفليقة في جلسة وإن عدت شكلية فإنها وصفت بالمفصلية أيضا في تاريخ الجزائر فراد مثنى وثلاثة ورباع التحق المعنيون بالجلسة بيد أن منهم من شكل حضوره حدثا شد إليه الأنظار من كل جانب لعل أبرزهم الصيناتور جمال ولد عباس الذي ادعى شغل منصب الأمين العام لجباة التحرير الوطني الذي غادره قبل نحو خمسة أشهر أما البرلماني صدق شهاب فبدى قلقا وأعين الكاميرات تتخطفه النسار على أمل معرفة رده ساعات بعد تجميد عضويته في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي حرارة اللقاء جسدها نواب وسيناتورات خارج القاعة قبل أن يكتمل الجمع داخلها بالتحاق رئيسي غرفتي البرلمان بالمنصة ليبادل الحضور التحية فتعطى إشارة الانطلاق البعض مهتم والآخر لا يبدو كذلك النائب سليمان سعداوي خلف زملائه في الأفلان طلب الكلمة دون جدوى قبل انسحابه من الجلسة وهو من طالب باستقالة عبدالقادر بن صالح نزولا عند مطالب الحراك الشعبي أما نواب كتلتي جبات المستقبل والأحرار ففضلوا حضور الجزء الخاص بإعلان حالة الشغور والانسحاب من الجلسة قبل تكليف بن صالح بمهامه الجديدة مع ذلك فحضور أزيد من 450 نائبا وسيناتورا رسم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لترفع الجلسة فينفض الجمع قبل تهافوتهم بالعشرات على دخول المطعم لتناول وجبة الغداء